بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو هذه الزيارة قبل الافتتاحية لهذا المقر العظيم الذي يحوي هذه الكنوز المعرفية الكبيرة هل ممكن صاحب السمو تعلمنا ما هي هذه الكنوز وما تحتوي وما أهمية هذه الدار بسم الله الرحمن الرحيم هذه تعتبر الآن الدفعة الرابعة من مجاميع من المخطوطات الإسلامية وهذه المخطوطات إذا قلنا أن هذه المخطوطات فيها الحقيقة لا يجانبنا الصواب لأن هذه كتبت على يد أشخاص حتى تكون الفايدة أعم لابد من تحقيق هذه الوثيقة هذه المخطوطات وكيف يكون تحقيقها لا يكون فقط يأخذ الإنسان ويكتبها وينشرها لأن إذا نشرها فمعنى ذلك أني أنا بنشر حتى الخطأ وكأنني أنا يعني بشترك في نشر الخطأ وفي نشر الأكذوبة وفي نشر الفرية وأشترك مع المفتري يعني لا تنقل ما فيه لا ينقل ما هو يجب أن يحقق لأن أنا لو نشرت يعني كأنني ساهمت في نشر الأكذوبة ولذلك قبل أن تنشر هذه لابد من التحقيق والتحقيق يكون ليس على يد الإنسان عادي يعني وإنما تكون على يد أساتلة متخصصين وبذلك تعطى فيه درجة علمية يستفاد منها أما طبعا المحقق طبعا أما بالنفي أو بالتصعيح أو إيجاد الأماكن التي فيها النقص أو الترجمة للأسماء الموجودة والأشخاص الموجودين وأهم شيء الحقيقة الحقيقة هي أهم شيء أن تصحح في هذه المخلوطة ولابد من المراجع والمراجع موجودة من الراجع السابقة أهم مرجع عندنا القرآن ثم السنة وثم ما نهج عليه العلوان المسلمون ولذلك لابد من تحقيقها تحقيقا علميا يعني يؤخذ فيه درجة ماجستير دكتوراه إذا كانت الأطروحة كبيرة ولذلك هذا المكان الآن به ما يقارب الآن من حوالي يمكن ألف ومئتين ألف ماشا الله طبعا من الدفعات الأربع طبعا تقريبا لما فاتح يعني حوالي ألف وهذه تقريبا مئتين وخمسين فألف ومئتين وخمسين مخلوطة يعني تعطي مئتين وخمسين ألف ومئتين وخمسين ماجستير ماشا الله أو الدكتوراه وطبعا هذه ما ممكن نحن نقول حق أي واحد والله يجينا من أي مكان يقول أنا بأخذها المخطوطة أنا مسجل في مشعار في الجامعة لا إذن لمن تتاح أحقها وأهلها أحق بها وأهلها أهلها أهلها جامعة الجامعة القاسمية القاسمية لا بد يكون مسجل هنا عندنا طيب أبنائك من جامعة الشارقة صاحب السمو هل ما يخضون في هذا في مواضيع أخرى عندهم أي كف يوم إلا إذا كان هو يدرسون يعني في مجال كلية الشريعة ونحن نهيب بالمواطنين يعني أن يأتوا إلى هذه الدار وهي الآن بها ما يقارب من حوالي ألف ومئتين ألف ومئتين وخمسين مخطوطة لكن لن نتوقف عند هذا الحد ونأمن إن شاء الله يكون هذا المكان مكان يا أمه كل الباحثين في الشؤون الإسلامية لأن المكان مهيئ تهيئة كاملة الفسحة هذه في صورة متحف ومتحف يعرض فيه نماذج من القرآن الكريم في جزء هذا جزء واحد في في هذه الصورة لإبراز جمال الخط وجمال الزخرفة و كذلك الطريقة والتاريخ و كل حاجة بيكون موجود هنا لأن حتى أضع أنا هذا في العرض لابد أكون متى كتب وبأي خط كتب معلومات عنه لازم بجانبه حتى الإنسان اللي بيتفرد من الخطات الذي خطه طبعا مكتوب يعني فهذه كذلك فائدة و نماذج في شيء فيه من المصاحف لكن ليس على هذا المستوى يعني هذا مستوى راقي شوية فهذه كذلك هنا لكن فوق في الدور الثاني في موجود هناك حجرات للبحث الطالب الباحث سيجد مكان خاص يعني يصل إلى البثيقة بطريقة الكمبيوتر يعني لا لا يذهب يبحث أو يمسك المخطوطة لا المخطوطة هي موجودة حتى توضع على على الكمبيوتر فما عليه إلا هو يدخل ويدرسها حتى لا تتعرض للتلف وحتى لا يتعبه كذلك من غبارها أو هذا مش إلا هذه كثير من العابثين يستطيع أن يدخل هذا ورقة على الورقة الباب لا يفتش على ورقة هذا مشكل فهكذا والمخطوطة إذا نقصت ورقة تكون ناقصة هذا يحصل هكذا في كثير من المراكز الأبحاث كثير حاصل هذا فهنا نأخذ احتياط إن شاء الله حتى ما يكون هناك صاحب السمو ما أهم الموضوعات الموجودة هنا في الدار في هذه يعني الكتب الكتب المخطوطات هذه هذه الكتب هذه الكتب فيها المواريث فقه المواريث طبعا فيها يعني لو مشينا في هذه هذا فهرست فهرست كامل لهذه الميتين كلها مواضيع دينية هذه كلها أنا استخرجت منها شوف مئة مئتين تقريبا مئتين مئتين والثاني هناك بعد كذلك فهذه المواضيع كلها هي المواضيع التي يدرسونها الطلبة حاليا في القاسمية طيب هل هناك موضوعات ليس لها علاقة بالدراسات السلامية موضوعات علمية لا يعني مثل ما تعرف هذه من من خزائن الباحث أنا كذلك من خزائن قصر البديع العامر الحمد لله لذلك استخرج هذه مثلا الآن عندنا مثلا الفلك حساب يعني هذه الكتب يعني فلك فلك طب هذه كلها تروح إلى الجامعة جامعة الشارقة لأن هناك وهي المؤسسة الإسلامية علماء المسلمين لعلماء المسلمين وأنا وعدته بمئتين مخلوطة إن شاء الله لما أزورهم إن شاء الله أزوتهم بإذن الله هذه المئتين جاهزا صاحب السمو لا هذا غير هذا هذه كلها علمية هذه علمية يعني في الطب في الحندسة في الفلاك وهذه كذلك هناك سيكون هناك كذلك بعض من الطلبة الذين يدرسون في هذه المجالات يحققوا هذه الوثائق هذه المخطوطات نحن نأمن إن شاء الله من أبنائنا وابناتنا الذين عندهم الرغبة يعني يجون يقدمون وإن شاء الله نضع برنامج الماجستير في جامعة القاسمية وإن شاء الله لو بدأنا من هذه السنة تكون الدفعة إن شاء الله التخرج مع التخرج الدفعة الباكالوريوس ما شاء الله مع بعض إن شاء الله بإذن الله ولا يقول أني أنا ما بحصل بأنهج ولا ما موجود على طاولة ياخذ هذه ويحققها أو يقارنها بأشياء في كثير يعني فهذه كذلك يعني فرصة لمن أراد أن يستزيد من العلم صاحب السؤال الأخير المعين الذي تأخذ من هذه المخطوطات المخزن هل لازال فيه الكثير والله لو غرفت منه دهرا لا يمتحي ما شاء الله لأن أنا آخر هو زيد ما شاء الله من باب آخر يدخل يدخل نعم الحمد لله هذا فقط في هذا المجال ما شاء الله هناك مجالات أخرى ما شاء الله يعني بقدر هذا يعني تقريبا ما شاء الله أنا لا أشياء خاصة بي ببحثي وأشياء خاصة يعني بكليات أخرى في جامعات أخرى منتخصصات وأنا لي مثلا في جامعة طهران في مكتبة جامعة طهران قسم مكتوب مكتبة القاسم هكذا لأن من الكتب التي أنا جمعتها كان فيها التركي وكان فيها باللغة التركية الأصلية والفارسي وأنا طبعا بعدما أقرأ وترجم هلابد يستفاد منها عدل إذاك الله خير فوين يستفاد منها في بلدها فهناك في تركيا في مركز الأرسيكا الأرسيكا نعم قسم موجود مكتوب عليه هذا هذه مكتبة فلان هكذا يعني والإنسان لا يبخل بالعلم فزكاة العلم تعليمه للناس ونشره ونشره وإذاك الله الحمد لله ونحن على هذا النهج الله يزيدك من فضل يا صاحب إن شاء الله الله يوفدك إن شاء الله وإن شاء الله نشوف الطلبة يتهافتون على هذا المكان بإذن الله وإن شاء الله يعني نحن نجينا اليوم على أساس نرتب الأشياء في الداخل إن شاء الله يعني مثل هذه حينما يستصلح لازم يجيب صناديق أخرى تفي بالخلط للعرض للعرض هكذا وفيه هنا في هذا المكان يعني في هذه العرض والسرديل حيرا إنسان عجب العجاب ما شاء الله أشياء غريبة شوية ما شاء الله يعني 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 مصحف على قد الضفر مصحف قابل مش عارف أي شبه كذا من النوادر العجيبة عواد نوادر عجيبة هذه من مقتنائي من الشيخة جواهر ما شاء الله عندها مجموعة من النوادر لديها اهتمامات في هذا الجانب كذلك صاح اهتمام القرآن في القرآن هكذا فإن شاء الله نعرضها هنا بعد نستهدن العرض فقط جزاء الله خير وما عندي أنا كذلك بالمصاحف مصاحف قيمة وقديمة جدا وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق آمين في هذا العمل آمين فهذا الوثائق هذه ليس لها قيمة إلا إذا نشعر بها صحيح هنا القيمة تطلع وتقول من فعل الناس إن شاء الله نتمنى للجميع شكرا ومشكر صاحب السمو موفقين إن شاء الله شكرا صاحب السمو شكرا باركة فيك